قال الحسين صلوات الله عليه و روحي فده كما في مناقب ابن شار أشوب موت في عز خير من حياة في ذل لو هذا المبدأ كان ملتفتا إليه كاشف الغطاء و غيره من المراجع الذين صراحة لا نريد أن نتوسع في فتح هذا الباب أن نعدد أخطاء المرجعية العليا عبر العصور في التشخيص الخاطئ لموارد التقية و التي سببت كوارث كانت أخطاء فادحة و استمرت و كانت لها مضاعفات كثيرة الذي يمنعنا من هذا صراحة الذي يمنعنا خوف أن المجتمع يفهم رسالتنا بشكل خاطئ يفهمها و كأنها طعن بالمرجعية حاشا و كلا أو إضعاف لها أو توهين منها أو دعوة للتمرد عليها أو إلغائها كل هذا لا نقول به و لا نستحله أبدا فكفى ظلما لنا معاذ الله نحن مع نقدنا هذا للمرجعية نقول إن المرجعية هي صمام الأمان أو صمام الأمان و هي التي حفظت التشيع و الكيان الشيعي و الأمة الشيعية عبر العصور و غالبا ما تكون تشخيصاتها صحيحة مسددة من ولي العصر صلوات الله عليه و أرواحنا فداه عن جل الله تعالى فرجه الشريف و غالبا حتى ما نحن نتوهمه من أنه من أخطاء لها نكون نحن المخطئين فليكن هذا معلوما و السقف المرجعي لا بد أن يبقى هو ما يظلنا و هو يبقى واجب الطاعة علينا لكن ليس يمنع هذا كله هذا الإقرار كله و الخضوع و التسليم للأمر المرجعي ليس يمنع أن نصرخ و نقول للمرجع إنا نتظلم إنا نشكو إنا نلفت النظر إنا ننتقد ننتقد لنا الحق في أن ننتقد إلى حد أن المرجع يقول أنا لم أقتنع بنقدكم و أنا أحكم بكذا فنقول سمعا و طاعة و إن كان مخالفا لي وجهتي نظرينا نسلم بالنتيجة المرجع هو المرجع الإمام علي سام قال هذا هو المرجع ليس المرجع هو من ينصب راية زرقاء و يكون هيئة و ثم يخطب في الناس و هو يحدد مسار هذه الأمة خلي نعرف حجمنا نحن أمام المرجعية لسنا بمنافسين و لا نستحل ذلك أبدا الذي يحدد مسار هذه الأمة أصاب أم أخطأ وما دام هو حسن النية وما دام هو يعني يبذل جهده في ذلك يجتهد جهده هو من قال الإمام صاحب الأمر عليه السلام عنه و عينه فإنه حجتي عليكم لا هيئة خدام المهدي عليه السلام ولا غيرها حجتي عليكم المرجع بس بس مو أي مرجع هم مو مرجع حواسم اطلع لي مو مرجع سياسي مرجع جامع للشرائط إذا المرجع يصدر منه شيء بقوة الفتوى أو بقوة الحكم فلا بد من التسليم وإن لم نكن مقتنعين أصلا الراد على المرجع حين إذن راد على الإمام عليه السلام فإذا لا إفراط ولا تفريط لا أن نروح نتملق للمرجعية وننافق المرجعية بحيث أنه حتى الأخطاء الكارثية التي تلوح لنا بالأفق لا نصرخ وننبه المرجعية لعله يمكن وجد نظر نتطع صحيحة ما يعني بالنتيجة هو اجتهاد مقابل اجتهاد بالنتيجة يعني نلفت النظر مهم نؤدي ما علينا لا هذا نفعله ولا ذاك وهو أن نوهن أو نوهن المرجعية ونضاعفها ونخدش في عدالتها لا سمح الله تعالى أو أن نتوسع في النقد بحيث يفهم كلامنا أنه طعن في المرجعية أو إلغاء لها إذا ما استشعرنا أن الأمة حقا تفهم كلامنا على هذا النحو فنحن نصمت حينئذ وقد صمتنا فيه سنوات وسنوات هذه بس هالشكل لكي يعني معذرة إلى ربكم إحنا نقولها ونحسب أن مراجعنا العدول أدام الله بقاءهم يحترمون مقالتنا هذه أكثر من احترامهم لمقالات حواشيهم المنافقة بعض حواشيهم المنافقة على الأقل يعلمون أننا صادقون وأننا حتى حين ننتقد حتى حين نذكر بهذه الصفحات التاريخية المؤلمة والمأساوية فإن ذلك من دافع حبنا بدافع حبنا للمرجعية وتقديسنا لها وخشيتنا أن ترتكب مثل هذا فنقول اقطعوا المراسلات والكلام صار واضح أجواء الحرب مو أجواء الحرب لن تسويها رجاء لن تسويها نعلم سلامة نيتك نعلم أنك إلى ما تصبو ولكن الطريق غلط تاريخيا ثبت أنه طريق غلط لا إن شاء الله نكون مخطئين إحنا ما نقول لا إن شاء الله نكون مخطئين وغالبا ما نكون مخطئين النتيجة المرجع أقدر على التشخيص غالبا ولكن هذا تاريخ وهذه رواياتنا وهذه تعاليم وإمتنا عليه وسلم وهذا ما هو محسوس ملموس لا يمكن إنكاره إلا مكابرة ولسنا من المكابرين ولا المبالغين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر